هم ليسوا أرقاماً هم بشر لهم حياة وأهل ظلموا مرتين مرة حين اعتقلوا على يد تنظيم داعش والمرت الثانية على يد القوات الحكومية والميليشيات لتغيب بعدها أخبارهم ويتحولوا لقوائم المغيبين والمفقودين ورغم أن قسمين من المفقودين ينتسبون للقوات الحكومية أو كانوا عاملين في الدولة إلا أن هؤلاء لا تزال ملفاتهم مجمدة منذ عام 2017 وحتى اليوم ذلك رغم تأكيد التحقيقات أنهم متسربون من الخدمة قصرياً كحال العديد من المدنيين الذين غيبوا أيضاً عدنا معلومات بانا متحرارة من قبل القوات الأمنية لكن لحد الآن لم نعتر عليه راجعنا جميع المؤسسات الأمنية راجعنا الدوائر راجعنا المسؤولين ما انطونا أي نتيجة لحد الآن انطيناهم معلومات بأن أولادنا تحرروا من قبل الجيش لكن أي جيروا عليها يقول ما عندنا كل أحد ما نعرف مصيرهم سنة نصف مجلس تحقيقي حولوا إلى بغداد راجع من بغداد متسربين وليس من الخدمة وليس من جرائها حولونا إلى التعوضات المدني وهذا أكثر من خمس سنوات أنا أكو عوائل هناك بالآلاف لم تأخذ حقوقها ليش هالظلم هذا؟ خلي دورونا عليهم خلي جيبونا إياهم يريدون أن يتركوا العراق نتركها بس يجيبونا ولدنا ونطلع من العراق ما نريد كل شيء أي بلد تحول العراق ليؤكد أهله أنهم على استعداد لتركه مقابل الكشف عن مصير أبنائهم في وقت تؤكد التقارير الحقوقية أن الحكومة لم تكن جادة في تقديم تحقيق شفاف عن مصير المفقودين والمختطفين أو مكان دفن جثثهم واعتبار هذا الملف من الملفات التي لا يجب فتحها هم موجودين بس يقولون على الأرقام أسامين بالأرقام يعني أنت يا مقتدى الصدر يا المكاظمي اللاخ اللاخ أنت يا برهام صالح أعمل لنا صورة حل بس حكومة من شذب بس حكومة قاعدين على الكراسي ويبدو أن هذه المعادلة التي يفضل شركاء العملية السياسية في العراق البقاء عليها والتي تحقق لهم المكاسب فقط بينما يترك أهالي المفقودين وغيرهم للإهمال الذي يقتل كثيرين بصمت من جراء ألم الفقدان ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة